أوفى الناس من لا يقطع عنك وصاله ولا يحرمك من دعائه اللهم في هذا اليوم وفي جميع الأيام احفظ أعزائي أينما كانوا ويسل لهم سبول السعادة أينما حلوا واغفر لهم ولوالديهم وبارك لهم في ذرياتهم اللهم لا تحرم أحبتي من أمنية تفرح قلوبهم وتوبة تجلي همومهم وتوفيقا ينير دروبهم وسعادة تذهب أحزانهم اللهم جعلنا من من تواضع فرفعته وأقبل تائبا فقبلته وتقرب لك فهديته وذل لهيبتك فأحببته ودعاك صادقا فأجبته وسألك سؤاله فأعطيته وسطرت ذنبه وغفرته وبرحمتك شملته طاب مساءكم بذكري وشكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين إيه؟ أتمنى الجميع يارب يكون في سعادة وهنا اليوم معي وصفة خفيفة ولذيذة وبسيطة وما بتاخدش وقت كبير يعني سريعة جدا معي إيه؟ معي أصابع البتنجان أصابع البتنجان إحنا متعودين إن إحنا نقلي البتنجان دوائر أو نحطه في الفرن الوصفة دي ممكن تحطيها كمان في الفرن بس أحلى لما بتتقلي في الزيت وكمان مش بتشرب زيت كتير اختيار طبعا البتنجان مهم جدا نعم دي بتنجانتين بقطعهم بالشكل ده ولازم طبعا لما يتحفظ يتحفظ في ورق نيلون ممكن يقعد معاكي كمان 15 يوم أو 3 أسابيع لو أنت حفظتي بنفس الطريقة بفك عنه اللي هو الستريتش رول وببدأ باقي أشتغل فيه ممكن تقشره وممكن تخلوه بقشره القشر طبعا مفيد فهفضل طبعا أقشره أنا هعمله زي إيه؟ أحوش بس العنق اللي هي فيه دي أوله وأعمله زي الأقلام كده أحوش منه خط بس والخط التاني وزي ما قلت لكم ممكن تسيبوه بقشره أو ممكن اللي ما بيحبش يعني القشر أو معديته أو كده ممكن يسيبو زي ما هو هعمله بالشكل ده كده وهقشر بس جزء منه وهسيب الجزء التاني ونقطعه على نصين بعد ما نقطعه على نصين وبعدين نعمله أصابع زي ما انتوا شايفين كده شايفين يكون بالطول مش بالعرض هنقطعه صابع بالطول شايفين البزر فيه مش كتير جدا ليه لإن البزر بيدي مرارة كده ما بيبقاش حاله ممكن كمان لو لقيتوه كبير شوية بتقسموه على اتنين بالشكل ده أنا عملته صوابع كده يلا نشوف إيه الخلطة اللي هنحطها فيه عندي نص كباية من الدقيق أو طبعا على حسب البتنجان اللي انت عاملها الكمية قدي ايه وعندي كمان بحط ملح وفلفل الطريقة دي سهلة جدا ما بتمتصص زيت طبعا أو قبل ما اعمل قبل ما اعمل الدقيق ليها برش عليها شوية ملح وقلب البتنجان فيه واسيبه قد ربع ساعة أو نص ساعة علشان ما يشربش من الزيت لما قاليه اسيبه ينزل ميته خالص وبعدين اجففه كويس جدا أو حطه في مصفة واسيبه يصفي المية بتاعته اللي طلحها منه منه من الملح وابدأ بقى اجيب الخلطة اللي عندي زي ما قلت لكم دقيق وملح ومعها شوية فلفل ممكن تحطي أي بهارات انت بتحبي تحطيها فبحطي لها كده أنا بتبّلها بالتوابل اللي أنا بحبها واخلط الدقيق كويس جدا وانزل بقى فيه صوبة البتنجان فيه طريقة تانية ممكن تتعامل بالبيض يعني ممكن تعملي بيض وبتحطي فيه شوية من الحليب وملح وفلفل وتقلب البتنجان فيه الأول وبعدين تحطيه في الدقيق أو ممكن تحطيه في الدقيق وبعدين في البيض وبعدين تاني تطلعي وتحطيه في الدقيق بس أنا عملته بالطريقة دي سهلة وبسيطة وسريعة جدا يعني ما بتاخدش وقت خالص معاك بس مجرد إن هي في الدقيق ليه علشان ما يشربش معاي الزيت كتير بعمل كل الصوابع بالشكل ده وممكن ما تحطيش إيدك كمان فيها خالص ممكن تعمليها بس بالمعلقة شايفين بحط عليها الدقيق بالشكل ده علشان كلها تتغلف بيها ولازم الزيت عندي يكون طبعا سخني جدا أسيبه سخني معليش النار جامد عليه لا المهم يسخن عندي وبعدين أبدأ بقى أنزل فيه أصابع البتنجان هنزل بالشكل ده نقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما يكونش معاكم أطفال في المطبخ لإن الزيت غلط لو طفلي لقدر الله وقع عليه ولا شيء لازم نبعد الأطفال نهائيا لما يكون فيه حاجة زي كده ونقلي طبعا حتى إحنا كمان نقلي بالراحة جدا علشان طبعا نتجنب حرقة النار واللساعات والكلام ده إنه الزيت عندي ومش حطة كمان زيت غزير يعني في العادي ممكن نحط زيت غزير لأ أصابع البتنجان دي مش بتاخد زيت غزير وأنزلها كده بالراحة جدا وأقلبها من الجهة دي ومن الجهة دي لحد لما تاخد لون دهبي معايا أحط الكمية كلها اللي أنا عايزاها ما تحطيش طبعا كتير يعني أدوبك على المقلية اللي انت حطاها ما تمليهاش جامد يعني علشان الزيت ما يبردش الزيت ما يكونش سخن جامد وما يكونش بارد جامد يعني متوسط علشان ما يحمرش وإحنا عارفين البتنجان مش بياخد يعني سوى كتير بس أفضل شي إنه هو يكون متوسط عشان تبدأ البتنجانة تاخد لون حلو معايا ويطلع معاك في منتهى الجمال بجد الطريقة دي سهلة وسريعة وتنفع مع بطاطس محمرة تنفع كمقبلات ممكن زي ما قلت لكم تعملوها بالبيض وفي ناس يعملوها بالبيض والبقصمات والدقيق بس أنا جربت الطريقة دي خفيفة جدا وطعمها حلو مش بتشرب زيت وسريعة في نفس الوقت كمان ممكن تعمليها ما بتاخدش ربع ساعة لو سبتيهم ربع ساعة مع الملح وتقلبيهم في الثقيق وعلى طول بتحمريهم بقلبهم شايفين خدت لون دهبي لونها جميل جدا من غير ما حطي زيت كتير مش لازم إن انت تحطي زيت يعني عميق طبعا لو حطيت زيت عميق بيكون أفضل وبتستوي بسرعة بس أنا دايما ما حبش أحط زيت كتير يعني على قد إيه على قد أصبع البتنجل لإن هي خفيفة ورقيقة مش سميكة يعني فشايفين كلهم لونهم وغدين اللون إيه وغدين اللون دهبي جميل جدا وما بيشربش زيت لو حطيت الدقيق معا بالشكل ده مش هيشرب لك زيت بعد ما بحمر كل الكمية كده بطلحها بقى على كلينكس علشان كمان يمتص الزيت لو هي شربت زيت وطلحهم بالطريقة دي شايفين لونهم بجد دهبي وحلو جدا هقدمهم بقى بالشكل ده ممكن تحطوا معا أي سوس في ناس بتحب سوس الزبادي في ناس بتحب الكاتشب مع مصطاردة يعني أي سوس بيلق معا وخصوصا كمان لو بتحبوا التوم بيتعامل سوس بزيت الزيتون ومعا توم وكمان عصير اللمون بيبقى حلو جدا جدا للناس اللي بتحب طبعا التوم او ممكن حتى بنعمل منه سندوتشات او بنغمزه بالعيش مع سوس الزبادي بتكون وجبة خفيفة ولطيفة او ممكن كمان ناكل معا اي مخللات مخلل الخيار الجزر الملفوف اي مخلل انتو بتحبوه اليوم انا عملالكم كمان مع الاصابع البيتنجان عملة كمان معا مخلل البانجر بطريقة سهلة جدا وصحية ان شاء الله تعجبكم عندي كمية من البانجر انا بقطعه بطريقة دي يعني بعمله شرايح بسيطة جدا تكون رائعة علشان ايه تستوي بسرعة معاك وممكن تقطعيه زي ما بتحبي مربعات مجعبات دواير زي ما بتحبي بجيب عندي برطمان بملو نصه بالمية طبعا المية لازم تكون عندي مغلية انا غلياها وسيبها تكون دافية او ممكن بعد ما تبرد المهم تكون مية صحية معايا انا المر اللي فاتت وعدتكم ان انا هعمل مخلل البانجر او الشمندر بطريقة صحية اه وانا قلت ان هو ما بيتحط له ملح لا هو بيتحطي له ملح بس طبعا ما نحطش نسبة كتيرة علشان يكون صحي يعني بالضفط معلقة كبيرة للبرطماندا يعني تقريبا بياخد خمس حبات من البانجر او زي او ممكن تقولي مثلا نص كيلو بنجر بيتحط عليهم معلقة كبيرة من الملح وادوبها كويس جدا في المية الدفية دي او الفترة واحط كمان عليهم اه تلات معالق من الخل تلات معالق كبار من الخل وكمان معاهم معلقة من السكر وادوبهم كويس جدا فيهم لحد لما يدوب ويختلط كل المجونات مع بعض وابدأ بقى انزل بالبانجر اللي انا عملاه بحطك طبعا لما يملى البرطمان معايا بالشكل ده والملح طبعا على حسب ما انت بتحبيه بس افضل شي ان انت ما تحطي لهش ملح كتير علشان احنا عايزين ناكله بطريقة صحية ونستفيد كمان من البانجر احنا عارفين البانجر فويد كتيرة جدا وانا قبل كده قلتلكم عليها في عصير البانجر كمان اللي بيحب الدوم ممكن يحط في البرطمان من تحت فصوص من التون وما تكتروش الملح وكمان ما تكتروش السكر واسيبه كام يوم ممكن اسيبه ثلاث ايام ممكن تحطيه في التلاجة او ممكن تحطيه خارج التلاجة المهم المعلقة تكون نظيفة المية تكون مغلية كويس علشان ما يبصي معاك ويدي لون او يدي عارفين المخللات لما بنسيبها فترة بتدي ريحة وحشة او بيدي عفن فوقي اهم شي ان انتي تقفلي عليه كويس يكون في غطى محكم تقفلي عليه كويس هتاكلي احلى مخلل بانجر ان شاء الله بطريقة سهلة وسريعة وصحية بسيبه كده وبوريهولكم بعد ما يمر عليه ثلاث ايام طبعا انا سيبتو الثلاث ايام وبوريكم دلوقتي هيكون شكله ولونه ايه نفتح عليه بسم الله ونفتح ونشوف البانجر شايفين كل المية بقت حمره طبعا من لونه الحلو وفويده الكبيرة جدا هفتح عليه بالشكل ده شايفين يعني فعلا استوى وطعمه يعني ما اقول لكمش وكفية الفويد بتاعته ممكن الكبار والصغار يكلوا بجد لذيذ جدا جدا هتحبوه شايفين حتى حتى لونه الواحده مبهج ممكن نحطه في صلاطات ممكن ناكله مع وجبة زي اصابع البتنجان بجد لذيذ جدا ومفيد اتمنى الوصفتين تعجبكم اصابع البتنجان وكمان مخلل البنجر او الشمندر اذا اعجبكم الفيديو لايك واللي مش مشترك في القناة يشترك اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته